استشعر النظام الإيراني خطر حدوث انقلاب عسكري على خامنئي ليسرع هذا الارتياب وطيرة إقالات لكبار القادة العسكريين أمثال فيروز أبادي الذي خدم 27 عاما كقائد للقوات المسلحة ليكشف الجنرال محسن رضائي في موقع تابناك الإيراني أن إقالة أبادي جات بسبب تقربه من روحاني وحكومته في الفترة الأخيرة ليخشى النظام من تأثير ذلك على سياساته في داخل إيران وخارجها ليتم تعيين بدلا منه الجنرال محمد حسين باقري كمنفذا لأجندات النظام بعد أن أثبت ولاءه الشديد لخامنئي حيث كان المسؤول عن شؤون الاستخبارات خلال العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينيات ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كوملا الكردي منذ ذلك الحين ليكمل الآن تنفيذ خطط النظام الإرهابية والتوسعية في المنطقة ليقوم النظام بعد ستة أشهر فقط من إقالة فيروز أبادي بخطوة أخرى توسع دائرة الشك بإزاحة اللواء محمد رضا نقدي الذي أمضى تسع سنوات قائدا للباسيج بعد تصاعد الاحتجاجات في إيران تنديدا بمسؤولية النظام والباسيج لمقتل خمسين طالبا جامعيا في سوريا ليحاول النظام الخروج من هذه الأزمة بإقالة اللواء نقدي والتعيين الجنرال غيب برور بدلا من كقائد للباسيج حيث يعرف برور بموقفه المتشدد تجاه المعارضة الإيرانية وله دور في قمع الحركة الخضراء عام 2009 ليجعل منه الشخص المناسب لقمع الحركات الاحتجاجية الشعبية والعمالية والطلابية الحالية فخلال السنة المنصرمة طاح مرشد النظام الإيراني علي خامنئي بكل من يهدد وجود النظام أبرزهم قائد القوة البرية للجيش العميد أحمد رضا بردستان وعين الجنرال كيومارس حيدري خلفا له كما قال نائب رئيس هيئة الأركان عبد الرحيم موسوي لتكون هذه الإقالات يشك القاطع لليقين بوجود اضطراب داخلي حول فشل النظام في إدارة مؤسساته العسكرية وتمهيد خامنئي لابنه مجتبى ليتولى منصب المرشد القادم لإيران ويقطع الطريق على كافة منافسه